بالله احنا طوان يقسين يا انس بالله انت اللي خليه جلال قادري كملت وانتي الله يهديك يا انس فهذا طرح اليوم حوله ولا قوة الا بالله والله من اول من اول انهار شمامها قارسة بصراحة من الكبراسيونالك طرح لحموم اللي عملته بعد قط شوية حطيت للارم بش تفيقني بش ثماشي ما انس ترجع عنا المورال شوية كملت على ما بين الله كملت على ما بين الله يهديك يا انس هكا وفاة رحلة انس في دورة استراليا معنش مش ندخل في التفاصيل متع الماتش بطعم بعد ربما نحكي فيه وربما نزد سا ديبان والله ويحطر له كيف جملة حتى بعد ويحد بش يمشي الخدمة كيفاش بش يمشي يختم طعم بعد في الفيديو اللي بش نحكي فيه على ملخص اليوم الثالث والرابع طعم نمشي اكثر التفاصيل متع ترح قبل انس وميرا اليوم انس كانت بعيدة بعيدة ياسر على المطلوب بعيدة على المستوى دبيت سيزان هم الماتش اللي فاتت قلتلكم الماتش اللي فاتت واضح واضح برشا في صفحات بتاع بتاع التينيس ريتو ميهلو وكذا واضحة 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 الماتش اللي فاتت راهو لو كان ما ما جاتش الادفرسير ضعيف داعب ثم فرق ما في المستويات ما بين انس والادفرسير متاح المارفات رأي مارفات القادة صعوبات كبيرة اليوم وقت اللي قادة قدامها لعبة جاء نخفيفها لعبة بثيقة بالنفس والله فريمو فاجأتني اليوم ميرا دريفا با نعرفوا احنا لما حالة اللي هي لعبة صعدة لعبة قوية لعبة ممتازة لكن كمان مفروض انه فرق في الخبرة ما بين انس وميرا اليوم اللي ريناه من انس بعيد بعيد على ديجا هالدورة استراليا ديجا ديما عاملة مشكلة بورتان هي اول تورنوان وصلت فيه انس جيبر اللي كان دو في نارا وكان في استراليا من بعد ولا بورت مالور بورت مالور كبير لانس جيبر شفت في الدوكومنتر الماري فاتت مش حكيت عالي صار لها بالتفصيل في استراليا عام ناول ديما عاملت لها مشكلة الاستراليا عاش شيرك فيه ان شاء الله ترجع بقوة في التورنوان الجيين للاسف انس جيبر ما رجمتش تواصل في الدور في التورنوان هدايا تحت مدوزين تور توكم لاني ديرنير ما هي فينا الماء مايش بش تخسر نقاط برا برا عام ناول لكن زيدا مايش بش تكسب نقاط شاء الله ترجع بقوة في المدة الجاية مريفات قلتلكم هالي تورنوان ضممتع استراليا وحتى متع الخليج بلوتار قطر الامارات وحتى الدورات اللي مش يكونوا في امريكا مياميو مايش فيهم بصراحة ياسر كنوا ابجيكتيف انس جيبر السناء عندها فرصة وين رولونغاروس وامبلودو هذوكم انا اللي رأى فيهم شانس الانس جيبر الارضيات الارضيات الصلبة متوتيهاش متوالمهاش تقلق الارضيات الصلبة يزمها لعب كسوح الارضيات الصلبة مشكلتها رابيدة يزم كوندسيون فيزيق قوية ياسر انس جيبر اللي لا بلو الكوندسيون فيزيق هو مقبل لو عندها مشكلة في الكوندسيون فيزيق مقبل ماهيش نقطة قوتها نقطة قوتها فنية اكثر منها نقطة قوتها اليوم ملقاتش روحة ملقيناش انس جيبر اللي نعرفها تقولوا كبوة جباد والله هنا اللي قلقني وانهم ضربتين في الراس يوش في ليلة واحدة واحد كلالك فلولي كم الكف الثاني سيترو سيترو برش علينا برش علينا ولا برش علينا شاء الله خيرها بغيرها نقولوا الانس انس بالذات مع انس بالذاتة حتى في الهزايم بش نقعد نشجعوك ماناش بش نبندرو ماناش بش نصافقو خسرت مقدمتش ايديا ليوم كان ماتش بسيئ ياسر بالنسبة الانس جيبر اما بش نقعد ديما ندعموك ونشجعوك بش نبندرو ماناش بش نصافقو على خاطر بياما فرحتنا ثم ربما الكلمة ذاية مش بشي عجب البعض حتى في الخسارة حتى وانتي خاسرة تتذكروا المريفات كيفاش انا تتذكروا بعد ما ربحت الماتش لول نقطت الايداء امتاح لكن المرة ذاية حتى هي خاسرة بشن قولها باقراف انس برافو نقدمها بشو نقولك برافو الى الامام ان شاء الله تعوضها قريبا قريبا تاخدوا الريتم المطلوب الريتم تعلمات شويت وان شاء الله بيانتوب بشو نشوفوا انس جابر في وجه اخر بوجه اخر ومن هنا ان شاء الله شوية بشوية تبدأ ترجع انس جابر المهم المهم ما تماش اصابات تانك ما تماش اصابات سيبا جراف مايش مشكلة ان شاء الله في الترنوار الجاي وبشوية بشوية ترجع انس وتصلح الاخطاء سورته الاخطاء اللي مبعد بش نحكي عليهم بالتفصيل بش نحكي عليه الترح طوام بعض العشاية بعد ما نروح من الخدمة قاعدة باهية ونحكي بالتفصيل شنية اللي ممشاش في ترح اليوم وعليش انس جابر خسرت الماتش متاحها ضد ميرا واندرييفا قولوا مبروك كمام الميرا واندرييفا تعجبني اللعبة ذيها لعبة ممتازة جدا لعبة ممتازة جدا لعبة مستقبل واندرييفا دعني اقفوا طوالة هنا ومشي نعمل غمزة صغيرة بش نعاود نقوم بعد نمشي نختب والعشايا ان شاء الله نعاود ونتقابلوا هارد لك انس جابر خيرها فغيرها مارلي فاتتونتي ربحة قلت الكرة ورد بالك بالاداء مكش تقدم برشة مارضية الرغم اللي انتي خاسرة قولك بقراف اخاتر نعرفو انو دو بيت سيزان بالنسبة ليك مهوش سهل بالكل وانس الباريوه انو دو وردت استراليا ولت قلقت اقلقت اخبق بالفعل هارد لك الكل المشاجعين المحبين انت تى انس جابر كنت معاكم مراد بالحجم انس تلاققوا ان شاء الله بعض العشايا في ملخص اليوم الثالث والربع الى اللقاء شكرا